المجلس القامل هو الإنسان يعني التقرير السنة ممكن نعرف حضرتك ملخص هذا التقرير ملخص التقرير أن هناك خرقات لحول إنسان موجودة زي الحبس الإنفرادي ده ضروري نشوف له حل يعني على سبيل المثال بمناسبة التقرير النهار ده أنه فيه ناس محبوسين حبس إنفرادي ولا يخرجوا للتريض وكده فإحنا عايزين نطبق القانون بحيث أنه الليحة الداخلية بتاعت السجود بتتيح الفرصة للرجل محبوس إنفرادي أنه هو يطلع منه طوزي مالك عدلي زي محمود السقا محمود السقا مثلا على سبيل المثال بيرجع دم من بقه وعايزين إلى المستشفى فكل دي بنرصدها ونبلغها للسلطات وزي ما أنت عارف أنه إحنا دورنا واللي إحنا عايزين نغيره بشكل أفضل أن دور الملسي قومي لحول إنسان هو رقابي ومش تنفيذي ولزي ما إحنا بنطالب أنه كل الخروقات اللي تكلمنا عنها الأبد العشوائي ده ضروري يبطل موضوع الإخفاء القصري سببه أنه فيه ناس بتختفي لمدة أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة ثم يفرج عنه كل هذه المسائل عايزين نتخلص منها الحاجة الثانية إنه مش ممكن أبدا أنت تسيب في السجون ناس مريضة بتموت وموجودة تموت في السجون الحاجة الثانية اللي إحنا تكلمنا عليها أيضا الأماكن الاحتجاز أماكن الاحتجاز حالتها من أسوأ من خلق ربنا دورنا شوف لها حل والناس بتموت فعلا فيه ناس ماتت في أقسام الشرطة فيه ناس ماتت في أقسام الشرطة أستاذ محمد فايز ذكر ثلاث حالات تعذبت في الأسام وماتت ودي إحنا كمجلس قومي اللي حول إنسان من حقينا أنه نتضامن مع أهل الناس دول وفعلا نتضامن معهم يعني فيه حاجات كتيرة جدا يجب أنه نتخلص منها لأنه الاستمرار في هذا النهج هذا الاستمرار سيء جدا شكرا